أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات الشركة أباتش الأمريكية في مصر والتي تسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول لأذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لي جون كريستمان رئيس مجلس إدارة الشركة أباتش الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول وذلك بحضور وزير البترول والثروات المعدنية طارق الملة وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تترق لتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها في مصر سعيا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجال